ضيفتنا ياسمين أبو شمع في موضوع الديكور والتصاميم الداخلية بعد أن نستمع لهذه الفقارة لماذا يؤثر المنزل والمكتب على المزاج والصحة؟ انسوا إلى أحد عن الراحة ما هو أول شيء يتبادر إلى الذهن؟ هل هي التشطيبات الفاخرة والكراسي الفخمة والتصميم الداخل الأنيق قليلونهم الذين يفكرون في مكتبهم؟ والسبب المحتمل هو جهل أساسي بتعريف محتمل للراحة عندما يتم تعريفها كحالة من الرفاه المادية المستمد من الشروط الضرورية للساكنين للقيام مهام محددة للمساحة من الواضح أن المهندسين المعماريين يلعبون دوراً أساسياً وأن الراحة ليست مجرد مساحة مريحة للأنشطة الترفيهية المهندسون المعماريون والمصممون مسؤولون عن الجودة البصرية والحرارية والسلطية للمساحات نهيك عن جدد الهواء الداخلي لما كاتبنا ومنازلنا يعد هذا أمراً أساسياً نظراً لأن الساكن الحضر النموذجي للقرن الحادي والعشرين يقضي ما معدله تسعين بالمائة من الوقت داخل المباني نحن نشهد باستمرار العواقب الجسدية والنفسية والفيسيولوجية للتوازن أو عدم التوازن للتصميم البيئي الداخلي للمباني مع أخذ ذلك في الاعتبار تبدو الراحة الحرارية واضحة وهي كذلك ولكن لسوء الحظ فإن الراحة كهدف شمولي للهندس المعمارية لم تأخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية بعيداً عن قياس الجوانب الصوتية والبصرية للمساحة المبنية يجب أن يكون لدى المهندسين المعمريين فهم قوي للمفاهيم الأساسية التي تقود أفضل الممارسات إن إدراكاً قوياً لكيفية تأثير اختيار المواد على التقديرات النوعية لغرف المؤتمرات والمنازل والمسارح وغيرها يمكن أن يحسن عملية صنع القرار للبناء الأساسي الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى خلق مساحات أكثر راحة من عوامل الراحة وكيف يتم قياسها منها الراحة الصوتية، الراحة البصرية، الراحة الحرارية وجودة الهواء مع مراعاة الموارد والكفاءة والرفاهية المزيد من التفاصيل في كيف يؤثر المنزل المكتب على المزاج والصحة مع ضيف الطلة لليوم لبرنامج طلة فجر رهام أبو حبل إذن نعود وإياكم مستمعين الأعزاء في هذه اللحظات وإلى ضيفاتنا ياسمين أبو شمع مصمم الديكور داخلي استمعنا ياسمين إلى هذه الفقر المسجلة بخصوص الديكور في البداية، إيش المقصود بالديكور الداخلي؟ أول إشي خلينا نحكي عن تعريف الديكور هلأ أنا أجد فرصة لأحكي عن الديكور الإشي الشائع لبين الناس بتفكر إنه إحنا المهندس الديكور بس وظيفته إنه يحط وين الكنباي لا إحنا مش هيك وظيفتنا أبداً لا إحنا مش هيك وظيفتنا هو أوكي إلو علاقة بالأثاث بس الأثاث المرحلة الأخيرة المرحلة الديكور هو إشي بسيط ولكن معقد ليش معقد؟ لأنه بيشمل نقطتين رأسيتين أول إشي الأشخاص، ثانياً الأماكن إيش الأشخاص؟ الأشخاص ممكن الهادي، العصبي، الفوضوي الأماكن اللي هي الأماكن المنازل وأماكن العمل هلأ خلينا نرجع للأشخاص هلأ أنا لما بدي أاجي أعمل تصميم لازم أعمل تصميم يكون الزبون مرتاح فيه يا أعكس شخصيته في التصميم يا أعالج مشكلة عنده مثلاً الشخص الهادي ممكن أخلق له جو طبعاً الشخص الهادي من ميزاته إنه بعشق المنزل بحب منزل كتير فالضروري إنه لما أاجي أعمل تصميم أنا أزيد من حبه للمنزل مثلاً ممكن الشخص الهادي أعمله تصميم بخصوص الخشب لأنه فيه علاقة بين الإنسان والأشياء الخشبية يعني أنت بتحسيها إنه أشياء تاريخية والإنسان بتعلق بمنزل لما يكون إشي خشب وبتحاول إنه يعكس شخصيته هذا التصميم بالضبط مثلاً الفوضوي أكيد مش راح أاجي أعمل تصميم فوضوي لأنه أنا هون بدي أعالج مشكلة هلأ إيش الإنسان الفوضوي هو الإنسان اللي بتكون أغراضه كتير الكركيب تعته كتير فهذه المشكلة أنا راح أعالجها مثلاً ما بقدر إنه أنا أعمل توزيع جمالي أكتر من وظيفة لأنه أغراضه بتكون كتير فبضطر إنه أنا راح أعمل توزيع وظيفة حتى يكون أغراضه بطريقة مرتبة مرتبة ومنتشرة حتى تأثر على شخصيته كمان نفس الوقت إنه الزائر اللي عنده أو أهل البيت غير الفوضوي ما ينزعجه من الأغراض الموجودة إنه تكون أغراضه منتشرة في طريقة وظيفية للتوزيع هلأ نجي نحكي عن الأماكن الأماكن هي نقطتين رأسيتين هم المنازل والمكاتب اللي هي أماكن العمل المنازل فيه مساحات كبيرة وفيه مساحات صغيرة هلأ المساحات الكبيرة بالنسبة لإلي كمصممة أنا كتير بنبسط بستمتع فيها لأنه بكون التوزيع الوظيفة والجمالي متساوي وبعطيكي مدى كتير كبير أنك أنت تعبري عن بصمتك أما المساحات الصغيرة هون إبداع المهندس الديكور كل خيالك لازم تطلعي في المساحات الصغيرة المساحات الصغيرة هون بدي أستغل المساحات بطريقة توزيع وظيفة لكن بنفس الوقت جمالي يعني أي إشي رح أستخدمه جمالي كون بنفس اللحظة هو وظيفة لأنه المساحة بتكون صغيرة بدي أستغلها بطريقة أنه ما يكون الإشي مزعج وما يكون المستغل كل المساحات تكون وظيفية بنفس الوقت تكون فيها جمالية نعم طب ياسمين يعني واضح تماما أنه مثلا عنصر المساحة هو أحد العناصر المهمة في موضوع كيف يكون التصميم في بعض الأحيان أو بتحكم أنه شو لازم يكون التصميم شخصية أو طالب هذا الديكور إذا كان هادي إذا كان فوضى وإذا كان إنسان بحب مثلا رح نيجي هلأ على الإضاءة ورح نيجي على الألوان بحب العتمة بحب الضو بحب أنه يكون في كل زاوية مستغلة أو لا بيقول لك أنا لا بحب أنه يكون فراغات أكتر أو بحب يعطيني مساحة أكتر أو يعطيني أنه وساعة أكتر في هذا المكان هلأ إحنا كمهندس ديكور طبعا إحنا من راعي إنه كل الإنسان إختلافات إنه كيف يمكن عصبي ممكن هادي إحنا من راعي هاي الظروف نعم ولكن إحنا لما نيجي نعمل توزيع منعمل توزيع بطريقة مدروسة فلازم مهندس ديكور في هاي اللحظة يكون ذكي جدا إنه يقنع زبون إيش المناسب لشخصيته إيش المناسب لمكانه يعني لما تكون عنده مساحات كبيرة البيت يكون كتير كبير كتير واسع فضروري فضروري لازم إنه أنا استغل المساحة ما أبين إنها هي كبيرة إنه فيها فراغ كبير لازم أستغلها بالمساحات الصغيرة برضو لازم أستغل إيش إنه يكون في مساحة أعمل فيه مساحة هون شطارة المهندس إنه لازم يعمل مساحة من الصغير إنه بيّن فيه مساحة يعطينا مجال صحيح بالزبط طيب إحنا بنا نحاول نشاهد بعض الصور بالتأكيد من التصاميم الخاصة بمصاممة الديكور الداخلي ياسمين أبو شمعة في هذه اللحظات إن أمكن هذه الصورة مثلا يعني إحنا بعش إذا في إمكانية فادي نوقف عند صورة معينة مش عارفة إيش هل المتاح بس هذه التصاميم خاصة فيك ياسمين نعم طيب هذه الصورة مثلا إحنا شايفين إنه في مطبخ صحيح مطبخ طب اختيار بلنا نيجي لموضوع الإضاءة والألوان المطبخ بالعادة ستة البيت بتحب إنه يكون وساع كبير تأخذ راحتها بتقول لك أنا ما عنديش مشكلة البيت كله يكون صغير بس المطبخ يكون واسع ومليح هلأ المطبخ خليني جي نحكي عن المطبخ المطبخ طبعا الستة البيت أكتر وقت بتغضى فيه هو في المطبخ صحيح لذلك لاجم توفير الراحة في المطبخ نيجي نحكي عن الإضاءة في المطبخ يعني بصراحة الإشي الشائع اللي أنا بشوفه والأخطاء الكبيرة يعني لازم إنه إحنا ننتهي منها هاي الموضوع إنه بيستخدموا في المطبخ إضاءات ملونة يعني هذا الإشي كتير خطأ يعني أكبر خطأ لأنه الألوان في المطبخ بتعمل لستة البيت توتر وبتعمل على أرهاق هلأ لازم لما نيجي نختار الإضاءة في المطابخ نختار إضاءة واضحة وصاطعة ما إلها تأثيرات إيش إلها تأثيرات عكسية مثلا لما أنت تكون حاطة صحيح نفواكع الطاولة لا يقل إنه حبة البرتقال أو حبة الموز يكون لونها بنفسجي صحيح بسبب الإضاءة بسبب الإضاءة يجب إختيار إضاءة واضحة وصاطعة كمان نفس الوقت تبين المواد على طبيعتها طبيعتها مجفل مني ليش؟ لأنه بهذا الوقت الإضاءة الواضحة والصاطعة بتعطي حيوية ونشاط لستة البيت وبتتفادى أنها تبقى في مشاكل كتير بخصوص الأطعمة والألوان والألوان وهذا الأمور بالضبط كمان الإضاءة الصاطعة بتعطي حيوية ونشاط لستة البيت يعني أنا مرة جاءت نزبوني تحكي أنه ما بتحب تقعد في المطبخ تاعها فإنه أنا أول سؤال سألت هي أنه إيش الألوان في المطبخ فأنا رحت زرتها في البيت كان ألوان المطبخ كتير سيئة أنه يعني ما تستهينوا بالموضوع الإضاءة إلها أكبر تأثير عن نفسية الشخص صحيح صحيح في إضاءة بتعطي إطاقة سلبية وفي إضاءة بتعطي على المزاج نفسه على المزاج ممكن في إضاءة ما بتعطيكي طاقة أنك تشتغل أو حيوية تحسسك في النعاس أو في الإرهاق أو في التعب فإنه الإضاءة إلها أكبر دور طيب ياسمين نرجع بس للصورة كمان فادي بدير أنا أمكن ترجع لنا لصورة المطبخ لأنه لاحظت أنه الألوان اللي مختارتيها الألوان الكريمية أو الألوان الفاتحة وبصراحة هاي مغامرة يعني مطبخ وألوان فاتحة إحنا بنخاف اللبس نلبس الألوان الفاتحة فالمطبخ بنعرف ألوان كتير حلوة اللي مختارتيها للمطبخ بس ما بعرف بتوقع أنه بدها جرأة في الاختيار هلا أنا بتحليل الشخص طبعا مش تحليل عبثي هو عن دراسة وعن كيف نظرتي لألوان في السوق طبعا الألوان أنا يعني برأي الشخص واختياره بشغلي بختار ألوان الباسيك إيش هي ألوان الباسيك اللي هي البنيات على درجاتها البيج الأبيض والأسود هلا ليش أنا بختار هاي الألوان هاي الألوان على المدى البعيد بتظلها زي ما هي يعني لا يعقل أنك أنت بكرة لما بتكتيجي تختاري ألوانك طبعا ست البيت معروفة عنها بتحب تغير الأثاث هاي الألوان بتظلها معك بتختاري قطع الأثاث أي قطع أثاث بتظلها لا أبقى عليها لو نجي للألوان اللي هي متعارف عليها في السوشال ميديا والمبهر للناس كلياتها اللي هي ألوان الفرايحية صحيح هاي الألوان هي جميلة بس جمالها مؤقت مؤقت صحيح يعني كمان سرعان الندم عليها لما تيجي تطبق على أرض الواقع أوكي بالصور تطلع كتير حلو ألوان حلوة بس لما تيجي تطبق على أرض الواقع كمان شوي لما ست البيت تحب تغير الأثاث راح تضطر إنها تتغير أيش تغير الديكور كله والألوان كله يعني في ألوان مثل ما بتقولي هي ألوان ثابتة وبتحافظ على رونقها وبالإضافة لأنه كمان بتعطي جماليه للديكور مهما تغير الديكور أو العفش بالأحرى طيب نشوف صور تانية هذا بالنسبة للمطبخ هذا مطبخ تاني مثلا صحيح ومختارين ألوان برضو من درجات البني ومدموج بالألوان الفاتحة اللي كمان بتعطي الراحة البيج ومثل ما إحنا شايفين الإضاءة ساطعة ومش ملونة هون كمان نركز على إنه مش ملونة لأنه بيأثر كتير على مزاجية الست البيت وفي صور نأمكل تصاميم منزلية يعني لو بدنا نيجي نحكي عن غرفة القاعدة اللي أكثر أو غرفة المعيشة زي ما إحنا هون شايفين من أكثر الأماكن اللي بيكون جالس فيها أو جالس العيلي فيها شو أكثر شي بتركزي على غرفة المعيشة؟ هلأ اللي هو المتعارف الاسم عليه اللي هو الصالون هلأ الصالون متعدد الاستخدام صحيح ممكن يعني استقبلي فيه جرانكم صاحباتك يعني مقربين بالزبط كمان استخدام ممكن نتفرج على التلفزيون أهل البيت فهلأ في الصالون ضروري اختيار إضاءة إيش الإضاءة؟ مش إضاءة واحدة طبعا إضاءة أكتر من نوع بس طبعا مش يعني هلأ بفهموني بفكروا أنه أحط هنا ثرية وهون لا مش هيك نهائيا هلأ في الصالون استخدام إضاءة مش ساطعة متوسطة السطوع بحيث أنه تعطي راحة للزائر وأهل البيت بتبادل الأحاديث لما أجي أستخدم التلفزيون بقدر أني أستغل زوايا الجدران بإضاءة خافتة لأنه في كتير ناس بتحب تعيش جو السينما يعني مثلا نستخدم هاي الإضاءة مع سطوع وإضاءة شاشة التلفزيون بتوفر لي جو مناسب لمشاهدة التلفزيون تمام الألوان بالعادة اللي بتختاروها أو بتركزوا على اختيارها أو حتى الزبائن لما بيجوا عندك عايش بتحسي مثلا مثلا أنا كتير بسمع أنه أنا ما بدي ألوان فاتحة لأنه هاي الغرفة بتنعك يعني كتير بنستخدمها وكتير بيجع عليها أطفال فبيخافوا من الألوان شوية الفاتحة فأنت هون بإيش بتنصح يوم في هذا الموضوع هلا في حال في حال إنه أنا الأثاث رح يختاروا بطريقة غامقة فأنا رح ألعب على التصميم الجدران الألوان الدهان الدكور رح تكون غوامق متوسطة مع اختيار الأثاث يا فاتح أو العكس لما إذا بدوا أثاث إنه يكون غامق بتكون إيش التصميم والدهان فاتح ويكون الأثاث نقتياره بألوان الغوامق حتى يتحمل الاستعمال لأنه هي أكتر مكان واحد بجلس فيه بالبيت يعني هذا التصميم مثلا هو أيضا صالون أو غرفة معيش الملاحظة الألوان هادية جدا لكن بتميل إنها تكون فاتحة صحيح؟ نعم صحيح في هذا التصميم طب يعني مثلا هاي الشخصية اللي بتطلب مثل هيك ديكور إيش بتكون أغلب طابع عليها يعني بتكون هادية حدا رايق هادية بيحبش الفوضى بيحبش التعجيق يعني هاي الأشخاص لما أنا بنصحها طبعا وأنا بعرف كيف شخصية الزبون اللي قدامي فأنا بضطر إنه أتعامل مع التصميم حسب شخصيته لأنه عشان البيت يكون مرتاح فيه طيب إحنا مكملين أكيد في موضوع هذا بالنسبة للبيت نروح شوي على المكاتب إحنا اليوم بنقدم معظم وقتنا يعني بنطلع من الصبح بنظلل لآخر النهار وإحنا في المكاتب وفي مكان العمل زي ما بنقول مثلا هاي إحنا شايفين هنا فيه أماكن عمل مكان لبيع الملابس صحيح ففيه تصميم مختلف لكن مثلا للموظفين لحتى يظلوا بحيوية ولحتى بصراحة يظلهم متنشطين ومرتاحين شو أبرز العناصر اللي بتركزوا علىها في التصميم الداخلي هلا أماكن العمل اللي أنا بشوف المشاكل الكبيرة في العنة موجودة يعني أرجوكم مكان عمل ننسى الـ CNC والديكورات الجبصين كل هاي التصاميم بتعمل زعاج للموظف الموجود أو مكان العمل ضروري ضروري لما نيج نعمل مكان عمل اختيار ألوان مناسبة ألوان رسمية حتى نتوفر جو مناسب للعمل واستخدام إضاءة واضحة لأنه أنا بصراحة بشوف المشاكل في المكاتب اللي عنا بيستخدموا إضاءة مخفية وجبصين هذا خطأ أكبر خطأ لأنه هاي التصاميم بتعمل توتر للموظف يعني مثلا المكتب المحامي لازم توفر له أماكن مكان مناسب من ألوان من إضاءة ساطعة واضحة لأنه رح يكون عنده ملفات كتير توزيع وظيفة أكتر منه جمالي صحيح لأنه في المكاتب الأغلبها المتوفرة لعنا طريقة مش طبيعية الـ CNC يعني تفادوا هاي الأمور إحنا مش ضدها أنا هتتواجد عشان بردو ما يفكروش إنه إحنا ضد مثلا هذه العلامات التجميلية لكن بنفس الوقت اختيار المكان الصح لبضحة يعني في البعض الآخر طب ياسمين بيقول إنه لا إحنا ليش ما نحط الألوان عشان نعطي حيوية للموظف عشان يخرج من جو الكآبة عشان يخرج من جو الرسميات وهذه الأمور يعني بجيكي هيك أنواع طلبات من التصاميم صحيح بس من ناحية علمية ودراسة علمية الألوان الغامقة تعمل على إيش على توتر على نشاط داخلي فإنه الألوان اللي لازم نتوفرها في أماكن العمل تكون مناسبة مثل الأبيض ونلعب شوي بالأثاث ليش؟ لأنه هي بتاعته هدوء صحيح إنسان لما يجي يعمل في أماكن العمل لازم نتوفر له راحة وهدوء لأنه مثل ما قلنا ساعات طويلة جدا بيقضيها الموظف في هذا العمل وبالإضافة إلى الإضاءة برضو ركزت عليها وحتى بتوقع في العمل مش المفروض نكون حطين ألوان في الإضاءة ألوان ساطعة وواضحة نعم وبالتأكيد إحنا منتمنى أنه تكونوا وصلتكم المعلومات زي ما إحنا استفدنا واستمتعنا برفقة مصممة الدكور الداخل ياسمين أبو شمع نتمنى لك مزيد من النجاح والتقلق في التصاميم الحلوة والهادي بصراحة والهيك المريحة وحسب شخصية الإنسان دائما والله يكون بعونكم لأنه بالفعل بيكون في عصف ذهني كتير كبير لحتى كيف أنا بدي أخرج هذا التصميم بما يتلقم مع شخصية الإنسان اللي طالب التصميم كل الشكر إليك ياسمين أبو شمع مصاممة الدكور الداخلي وبالتأكيد اللي طالب الاتصال والتواصل إحنا رح تحت الهواء نزودكم بالاتصال والتواصل مع مهندسة نياسمين شكرا جزيل الشكر لتواجدك اليوم وإلينا ودائما وإن شاء الله تكون هيك أيامك راحة وتصميم أحلى وأحلى وهدوء برواقان بالتأكيد فإحنا متواصلين وإياكم مشاهدين مستمعنا في برنامج طلت فجر والمزيد من الفقرات لك